يجري الجيش الصيني اليوم الاثنين تدريبات عسكرية بذخيرة حية في عدد من مناطق بحر الصين الشرقية هذا وقالت دائرة الأمن البحري الصينية أن السلطات فرضت حضرا على النقل البحري في المناطق التي ستشملها هذه التدريبات يذكر أن القوات الصينية ومنذ بداية أغسطس الجاري قد أجرت سلسلة من التدريبات العسكرية على طول سواحلها في ضوء نمو حدة التوتر في مضيق تايوان الأمر الذي أثارته زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلووسي إلى الجزيرة خلال الشهر الجاري